زي ما احنا متعودين بنتكلم مع بعض كل اسبوع في موضوع بيهمني ويهمك ويهم كل ناس اللي بتفرج علينا موضوعنا النهار ده بقى موضوع مهم كالعادة ايه الموضوع يا ايمان النهار ده؟ موضوعنا عن الحدود ايوا limit يقولك في كلام اليومين ده يقولك space بتاعتي حدودي في حاجات كده معينة دي بنسميها الحدود ازاي احافظ طول الوقت على مساحة الشخصية ازاي ما اسمحش لاي شخص مهما كان قربه مني انه يخترق الحدود دي ويدايقني باي شكل وممكن المدايقة دي تبقى على شكل سؤال مثلا فيه سؤال يتسئل لي انا مش حابة جاوب عليه مش حابة جاوب عليه سؤال محرج بالنسبة لي سؤال يخليني ممكن مثلا انا لازم احكي عن شخصية حد من عيلتي لازم احكي على اصرار حد من عيلتي اب او ام او اخة او عم او عم مش حابة اسأل السؤال ده انا بحس انه اختراق لخصوصياتي ممكن الشخص اللي بيسأل السؤال ده ممكن يبقى من قارب الناس ممكن يبقى جوزي مش من حقه يسألني السؤال ده لان انا لو سألني السؤال ده هتطر كده اخوت في حاجات تحرجني فلا انا بحس انه كده بيخترق حدودي مهما كان دور الشخص ده في حياتك او عتسمح له انه يكسر حاجز الحدود ده على فكرة فيه ناس كتير قوي مش فهمة وفيه بنات كتير قوي مش عارفة ومش مدركة انه لازم يكون في حدود ما بينها وما بين مثلا صاحبتها صاحبتها الانتيم دي صاحبتي دي صاحبت عمري دي طوله امرها بتحبني دي طوله امرها بتفضل اي حاجة على نفسها الا ان انا تشوفني مبسوطة ماشي انا معايك ان هي صاحبتك وصاحبة عمرك بس انتي لو كسرت الحدود وحكيت لها حاجات ماينفعش هي تعرفها اسرارك اسرار اسرار اسرارك في حاجات كده صندوق كده ده بتاعي انا صندوق ليسود ده بتاعي انا ليه؟ لان انتي مجرد ما تحكي هي عرفت اول مشكلة تحصل فيش حد ما بيحصلش بينه وبينه مشاكل اول مشكلة هتلاقي نفس الكتاب مفتوح قدام اي حد لان اسرارك دي خرجت للناس كلها وساعتها يا تضطري حاجتين يا تتنازلي عن موقفك وحتى لو انت اللي معايك الحق يا تسمحي غصبا عنك لان هي تعرف عنك حاجات لو راحت قالتها هيبقى شكلك وحش قدام ناس كتير قوي فلازم تسمحي اجباري طيب وانا ليه اتنازل اجباري وسامح اجباري وكسر اجباري عشان انا قلت حاجة من خصوصياتي ما ينفعش حد يعرفها موضوع الحدود ده موضوع كبير قوي وليه زوايا كتير هنتكلم فيها النهاردة وهنتكلم كمان عن الحدود اللي ممكن حتى تبقى جوة العلاقات العاطفية لان العلاقات العاطفية حدث ولا حرج في اختراق الحدود والمشاكل اللي بتحصل مشاكل كتير جدا بتحصل وطلق بيحصل بسبب ان انا خليت الشخص ده يتعدى حدوده او انا كمان كست ليه لا يعني انا كمان كست ممكن اكون كسرت وتعديت حدودي مع شريك حياتي وده اللي عمل لي مشاكل وده يمكن سبب طلقي او سبب انفصالي او سبب ان انا عايشة في حياة غير مستقرة شريك الحياة يا ايمان يعني حتى شريك حياتي جوزي مثلا برضو يبقى في حدود اه اه يا ستي بس هقولك ايه الحدود يعني ايه الحدود المشروعة يعني مش بنتكلم كلامه على الفاضي وخلاص هقولك الحدود الصح يعني مش هنتكلم في اي كلام مثلا يعني فيه ناس تيجي تسألنا جت لنا اسئلة كتير قبل كده هو انا ينفع يبقى فيه حدود ما بيني وما بين جوزي لو جي اسألني مثلا على اسئلة تخص اهلي تخص اخواتي او مثلا اسئلة تخص زمتي المالية يعني فلوسي مرتبي اهلي هل ينفع دي تعتبر جوه الحدود ولا برا الحدود ده برضو هنقوله النهاردة في الحلقة وهنتكلم عن كل ما يخص حدودي الشخصية وكمان حدود الشخص اللي قدامي لان هو كمان اللي حق عليه هو كمان حياته هو حر فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة